القص الأمريكي برونسون المعتقل في تركيا بتهمة الضلوع في انقلاب 15 تموز الفاشل شخصية مثلت شرارة خلاف أمريكي تركي تعدى المناكفات السياسية إلى حرب اقتصادية صريحة يشنها ترامب على تركيا كما يقول مسؤول أنقرة ضاعفت أمريكا الرسوم على صادرات تركيا إليها من الألمنيوم والصلب ومعها تراجعت قيمة الليرة التركية أمام العملات الصعبة بشكل حاد وشهدت الأسواق المالية التركية ارتباكا لم تعهد من قبل في أسعار الصرف الأمر الذي أرجعه محللون اقتصاديون إلى مضاربات مالية مفتعلة من قبل جهات هدفها إعطاء صورة مشوهة عن الاقتصاد التركي على الفور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر ما يجري في السوق المالية التركية مؤامرة اقتصادية تهدف تركع تركيا وإخضائها عنوة للسياسات الغربية أردوغان ليس وحده الذي حلل الواقع المالي من منظور المؤامرة أحزاب المعارضة بأجمعها ربطت بين الأزمة المالية والمؤامرة الأمريكية على اقتصاد تركيا ودعت إلى وحدة المعارضة مع الحكومة والشعب لمواجهة هذه الهجمة المالية الحرب ليست اقتصادية فحسب ولن تقف عندها بل ستتعداها إلى جذور السياسة بين تركيا وأمريكيا ذلك ما حذرت من حدوثه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي رأت أن أزمة المال ستفضي إلى أزمة سياسية بين بلدين حليفين في الناتو والمعضلة تكمن في أن واشنطن وأنقرة بينهما خيوط متشابكة من المصالح والعلاقات وتفكيك هذه الخيوط يعني خلق أزمة كبرى ستلقي بظلالها على العالم كله إن لم يتم رأب الصدع بين الدولتين بكافة المجالات الخلافية لكن ردود الفعل التركية لا تشي بانفراجة قريبة إذ ترى أنقرة أن المطلوب منها التنازل عن مبادئها السيادية وفي هذا التنازل انتحار سياسي كما أن تصريحات أردوغان الأخيرة عن عزمه فتح قنوات تجارية مع دول آسيا بالعملة المحلية ودعواته المتكررة للتحرر من قبضة الدولار علامة فارقة في تاريخ العلاقات التركية الأمريكية قد تفضي إلى المفارقة بين الجانبين